في قرار للجنة الامنية العليا بحظر مرور وسير دراجات نارية في العاصمة صنعاء بدءا من اول ديسمبر اصبحت صنعاء بلا دراجات نارية مع وجود بعض تجاوزات في مناطق من العاصمة وهو ما اثار حفيظة سائقيها ودفعهم للاحتجاج لطالما كان اصحاب الدراجات النارية الشغل الشاغل للقيادة الامنية والعسكرية فبعد ان ضيقت الخناق عليهم حد قولهم بالزامهم بقواعد السير والسلامة في حملتها الامنية الاخيرة والمستمرة ها هي ذا اليوم تصدر قرارا جديدا يحضر حركة الدراجات النارية في العاصمة لمدة 15 يوما تبدأ من اول ايام شهر ديسمبر الجاري نا كلنا كضباط وامن نحن اولا الناس متعرضين للقاتل الخطوة كانت خطوة جيدة هي لمدة هذه الخمسة عشر يوم لكي ننظر ما هي الحلول والمعالجات هو الاجراء هذا اجراء سليم وامني بحث وسليم لكي على ضوءه يتم وضع المعالجات يقول القائمون على هذه النقطة الامنية بانهم يقومون بواجبهم في التعامل مع اصحاب الدراجات مشيدين بتعاون والتزام السائقين كثيرة هي الدراجات المخالفة التي تصل الى حوشي ادارة شرطة السير بالعاصمة يعني لو يكن لتقول له فاشلة فاشلة بدل ما يفعلوا قانون سواء يعني من الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية يعني ساعة محددة والذي ما يتضبطش بالقوانين يقتلوا ابو ايه يتخذوا ايجراء قانونية اما اذا يمنعهم من مرة ان يسير الواحد يسيري سروق يسيري نهاب يعني يسيري فعلى اي شيء لا الامانة استطيع ان اقول 95% الا ما اقول 98% من الصحاب الدراجات النارية حتى الذين بيعيشوا على اسر تجدهم مخالفين مخالفات مرورية بشكل كامل صح حتى الذين بيعيشوا على اسر يعني تلقى به ركب لك ركب ماسك لك الخط ويطلع لك عاكس الخط الملتزم الملتزم سلاح بي 14 هذا لم يوجد هنا لاسقاط الطائرات بل لردع وإيقاف اصحاب الموتورات كما قال احدهم وهي المتسبب الرئيس في ظاهرة الاغتيالات والايام القادمة كفيلة بتقييم جدوى هذا الحل المتمثل في حظر حركة الدراجات وذلك من خلال استمرار او انتهاء سيناريو الاغتيالات محمد البطاح لبرنامج صدى الاسبوع اكثر من 800 طالب في مدرسة الشهيد محمد قائد سعيد في منطقة الزغارير بمديرية شرع بن رونة بتاعز يدرسون في اوضاع صعبة بعضهم يفترشون الارض تحت الاشجار كفصول دراسية ومشكلات اخرى يرويها التقرير تعز العاصمة الثقافية لليمن ما تزال بعض مدارسها يمارس فيها التعليم بطريقة القرون الوسطى هذه منطقة الزغارير بمديرية شرع بن رونة وهذا وضع طلابها الذين صيروا غرف المنازل وممراتها فصولا دراسية املهم الحصول على العلم في زيارتنا لمدرسة الشهيد محمد قائد سعيد بالمنطقة ادهشتنا فضاعة ما يجري يفترش الطلاب الارض ويتزحمون في اوضاع لا تشبه كتاتيب العلم بمستلزمات تعليمية تشكل حالا الذي صارت اليه فيما الوصول اليها لا يكون الا عبر هذه السلالم الخشبية عندنا كثافة الطالبات كبير جدا على الطلاب المدرسة ما يقارب ثمانمائة وشتين طالب وطالبة لسبة الطالبات لا تقل عن ثلاثمائة وسبعين طالبة حاولا شوف الطلاب ثالث ثانوي قالس اخر مرحلة وقالس على القاع ليس لديه كرسي وعلى الحقرة يجب ان تنتبهوا لهذه المسألة وقال على التربية والتعليم ان تلفت نظرها الى هذه المدرسة شوف الطلاب ما عندنا لبعض الكراسي والبعض مكسر والبعض على الحجار وعلى القاع نحن نصف ثالث ثانوي ونعاني من نقص اكتبه ونعاني من نقص كراسي يجتم مننا معدل ونحن نعانسين بهذا المستوى اللي تنظرون الى الهان ولا نعرف نكتب حتى ندلنا الارض ولا نقدر على اي رغم هذا نقص مدرسين ونقص بالمستوى اللي عايشين في بلحان اردنا ان ننقل ما نستطيع مواقع هذه المدرسة فكنا جزءا من معاناتها وتركنا الحديث والألم لمن اكتووا بنار الاهمال هذا الصف لا يوجد له شوف صنبورة صنبورة كيف تعملنا أنا مدرس أحياء لكن الصنبورة شوف كيفها هذه الحاجة الثانية لا يوجد معمل لنا اكثر من 21 سنة وأنا ادرس بهذه المدرسة لا يوجد معمل اول ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي لا يوجد معامل الطلاب قالسين على الكراسي على الارض لا يوجد لهم كراسي كرسي واحدة والباقي كلهم على الحجار نحن ناشد الدولة ونحن ناشد قاعدة الاقتصاص أن يهتموا بهذه المدرسة لحد الآن كتاب صف أول ثالث نعاني بن حقز ما يقارب من 30 بالمئة 40 بالمئة صف ثالث حسن المكتابين ولحد قبل أسبوع وأنا عند مسؤول المخازن بالمديرية قال ما استلمتش ورقعت من داخل الشرعب أنقل كتبي من داخل الشرعب الرونة إلى هنا إيقار السيارة 12 ألف ريال 12 ألف ريال من خلاف المصاريف وتعب وارقع بثلاث قوانين باربع قوانين لمن تصيح يا فصيح قبل أربعة عقود بنيت المدرسة السابقة على نفقة بعض رجال الخير فيما المشاريع المركزية تجاهلت هذا الموقع حتى العام الماضي حين تكفل الصندوق الاجتماعي للتنمية ببنائها عندما نظرنا إلى سياة المدرسة حاولنا بكل قهد نحن ننقذ هذا المشروع إن شاء الله في أقرب وقت وإحنا لن فترة محددة تقريبا 11 شهر ونحن إن شاء الله نقدر ننقذه بإذن الله قبل 11 شهر نظرا لسيئة المدرسة فيما نشوف كثافة الطلاب إنهم يدرسوا على الحجار على تحت الشجار وبكل قهد وهذا المشروع تكون من ثلاثة دوار الدور الأول طبعا معمال ومكتبة وحمامات وغرفة مدرسين الدورين الأخيرين الذين هم الدور الثاني والثالث إن شاء الله يكونوا فصول تبع الدراسة العمل قاري كما ترى بشكل ممتاز منذ أن تم المدرسة القديمة التي تم بنائها على حسب الهالين وتم عن طريقة فعل خير الأخ الشيخ علي سعيد عقلان الذي جزاه الله خير لم يألى قهدا في مساعدة أبنائه الطلاب وقدم لنا الكثير من العون وإن شاء الله بكل قهد يعني سينقذ هذا المشروع إن شاء الله في الفترة المحددة أو قبل الفترة المحددة إذا أمكن إن شاء الله لأم خارج أسوار ما تسمى بالمدرسة مدرسة أخرى الأودية مقرا والماشية شريكا والأشجار ظلا لأطفال المراحل الأولى فيما يرجع البعض اختلاط الطلاب والطالبات في الصفوف المتقدمة عاملا في عزوف بعضهن عن مواصلة التعليم السبب أن نحن موجودين هنا تحت الأشجار لسبب وجود المبناء الجديد هذا لأن المدرسة مبنية من قبل 79 ولا بعد المجلس المحلي بعد مراجعة حدود 8 سنوات تم الموافقة إنزال على حساب بنك هناك اختلاط ما بين الطلاب والطالبات يسبب هذا الاختلاط لكثير من الفتيات على ترك المدارس والبلوش في البيوت وعدم مواصلة التعليم والسبب هو الاختلاط فناشد الدولة بقدر الاجتطاعة إنه نعمله حتى مدرسة أساسية أو ثانوية مدرسة ثانوية بالعزلة ليس تكون القرية بل العزلة بأكمله تضم المدارس الطالبات العزلة كامل حتى تتمكن الفتاة من مواصلة التعليم الجهات المسؤولة في إطار المحافظة تشكل مركزية حيث لم تتسلم أي تجهيزات مدرسية منذ ثلاث سنوات في السابق كان يأتينا اعتماد المحافظة من عشر ألف كرسي إلى خمس ألف كرسي أحياناً وكل سنة يعني حسب الاعتماد من الوزارة منذ ثلاث سنوات إلى يومنا هذا منذ ثلاث سنوات لم يصلنا حتى مسمر واحد من الكراسي أو مسامر أو ما يعني خاصة بالكراسي لكننا في السابق كمنا نصرف كراسي على حسب ما يأتينا من عشر ألف إلى خمس ألف لزمقنا إلى ست ألف إحياناً لا عشين ألف يعطينا اعتماد المحافظة ونعمل فيها خوطة ونوزعها على مستوى المحافظة في الحقيقة بالنسبة للكتاب المدرسي هذا العام والعام السابق كان عجز كبير جداً ويعود هذا العجز ما يعني ما أتم من الوزارة نحن نقوم بتوزيعها على المديريات ومهمتنا في الشعوبة في البداية أن نرفع خطة الاحتياج كاملة بعد ما نتلقي الاحتياج من المديريات يتم رفعها إلى الوزارة لكن يسلم الكتاب الآن عبر مراحل وبالتقزئة ومع الأسف الشديد أنه حتى العيز في المراحل في الصوف الأولى التي تسلم مئة في مئة في السابق كان عندنا مؤسسة الأثاث المدرسية التابعة الوزارة التربية والتعليم سابقاً في عدن كانت تابعة الوزارة التربية فكان هذه المؤسسة توطي طبعاً في السابق كان توطي احتياجات المحافظة وكانت تغطي احتياجات المحافظة بشكل عام كانت تغطي احتياجات المحافظة بشكل عام وكانت أعطيني في كل سنة عشر ألف إلى خمستاشر ألف أحيان إلى عشر أين ألف أحيان إلى ستة ألف كل سنة لها يعطيناها اعتماد حسب الاعتماد حقاً لأي محافظة إلا منذ ثلاث سنوات لم يسني حتى كفرسي واحدة ولا مسمر واحد نحن نعاني من هذا العجز ومتفهمين مسألة العجز في الكتاب المدرسي لكن المسألة مسألة مركزية ولا نستطيع نحن التدخل في توفير الكتاب من عدم ونحن نوزع ما أتى من الوزارة أقوم برسائل عديدة ما وصل من الكتاب وما هو العجز وما هو المتبقي مع تقديرنا أنه يؤثر على العملية التعليمية ويؤثر على الطالب بشكل كبير نطلب من القهات المعنية من الحكومة ورئاسة القمهورية أن تعيد لهذه المؤسسات عملها أن تشتغل وتنتق حتى يغطي ودلبي احتياج المدارس مدرسة الشهيد محمد قائل سعيد في الزغارير بشرعب الرونة عز تشكو ذاك الحال منذ سنوات محمود الحميدي صد الأسبوع